أخرى الحكومة النمساوية تقر تغييرات جزرية على قواعد مصادرة أو في قواعد مصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أخرى الحكومة النمساوية حزمة تغييرات شاملة على قواعد مصادرة الهواتف المحمولة واجهزة تخزين البيانات والتي ستدخل حيث التنفيذ في الأول من العام المقبل وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة حماية الخصوصية وتجديد الرقابة القضائية على عمليات المصادرة طبعا نشهدنا نحن سابقا كثير من عمليات مصادرة الأجهزة والهواتف والكمبيوتر وحاملات البيانات واللي أثارت الجدل إن كانت بالحكومة النمساوية من خلال بعض مصادرة بعض الأجهزة الخاصة بعض السياسيين أو من خلال بعض عمليات المصادرة التي طالت عدد من الإسلامويين هنا في النمسا وأيضا اعترضوا على هذه الآلية طبعا الحقوق الذي سيحصل عليها الشخص أبرز النقاط التعديلات الجديدة اشتراط الحصول على إذن قضاء مسبق يجب على النيابة العامة تقديم طلب إلى المحكمة يوضح فيها أسباب رغبتها في مصادرة هاتف محمول مع تحديد فئات البيانات ومحتوى البيانات المراد استخراجها والمدة الزمنية المسموح بها تحديد البيانات المسموح باستخراجها إنشاء نسخة احتياطية أصلية عن الهاتف قبل التعامل معه حق الوصول إلى النتائج جمنة صاحب البيانات المصادرة الحق في الاطلاع على نتائج معالجة البيانات إمكانية مراجعة القاضي يمكن للضحايا طلب مراجعة القاضي للتأكد من امتسال عمليات معالجة البيانات المشروطة وتوسيع حقوق الضحايا يصل الضحايا على حق الاعتراض على قرارات النيابة العامة ودعم الشهود القاسرين واختصاصات مخصصة تخصص محاكم المقاطعات محاكم الدرجة الأولى اختصاصات متخصصة في قضايا العنف الأسري تبسيط الإجراءات ونشر القرارات تلزم محاكم الاستيناف بنشر قراراتها النهائية القطعية طبعا هذا أنا أراه إلى حد ما قرار جيد ولكن في نفس الوقت لربما يقيد أجهزة الأمن والمخابرات أحيانا في التعامل مع بعض القضايا الخاصة بملاحقة المتهمين أو المدانين أو اللي عندهم مشاكل متعلقة بالإرهاب وما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر